شباب الواعي التفتح إن شاء الله في كل مكان وفي كل زمان الإخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان بنحييكم بكل التحايا اللي بتحبوها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم يعني كل التحايا اللي بتحبوها إن شاء الله اليوم هو وتعتبر يوم 29 رمضان بالنسبة لأخواتنا المسلمات وإن شاء الله يكون عيد الفطر يوم الخميس إن شاء الله عدو الله علينا كلنا مسلمين وغير المسلمين بالخير واليمن والبركة الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع ونشارك فيه فرحتنا وبهجتنا مع كل العالم إن شاء الله بكل مكان وفي كل زمان خاصة في هذه الأيام المباركة تذكر الناس الممتحنين في قضايا عدة في العالم منها اليوغور في الصين والرهينجا في ميامار وكشميرين في كشمير وأصحاب الكورونا اللي هم ممتحنين بالألاف ومائة الألاف في الهند وكذلك أهل غزة ربنا يصبرهم وأهل القدس وأهل المسجد الأقصى وأهل إيرتيا وكذلك أهل اليمن وكذلك أهل سوريا وأهل جنوب السودان وأهل كونجو الديمقراطية وأهل النيجر ومالي وتشاد جامبيا وغانا وغينيا كل هذه الدولة باكستان وأفغانستان كل العالم ده كله أمريكا اللاتانية في كل مكان إن شاء الله ربنا يجعل بهجة العيد تعم عليكم جميعا إن شاء الله لو في لنا أهل من المسلمين في هذه البلاد وغيرها لهم يشاركوا فرحتهم بالعيد مع كل هؤلاء الناس سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو لا يعتقدوا بأديان أو يهود أو إلى آخرهم من كل الأديان المعتقدات اللي موجودة في العالم إن شاء الله دي اللي هو رغبتنا إن شاء الله في أن نعيش سعداء مع بعض إخوة متحبين من أديان مختلفة وثقافات مختلفة وعراف وعراق مختلفة إن شاء الله طبعا اللقاء اليوم هو اللقاء الثاني الحلقة الثانية في مجموعة فضفضة لخمسة إلى خمسة والنهارة هنتكلم على محور جديد اسمه العبادة والمجتمع العبادة والمجتمع والحلقة الثانية كان مفروض يكون الحلقة الأولى الحلقة الأولى كان أسبوع اللي فاتوا وكلمنا فيها عن مشاعر المرأة ومشاعر اللاجعي ومشاعر الطفل الفقير ومشاعر الأرمالة ومشاعر اليتيم وكذلك مشاعر اللي هو العمال الميدانيين اللي في كل مكان بيعملوا في الآخر ونظرتنا الدنيا بعض الأحيان على المجتمعات الفقيرة اليوم هنتكلم عن العبادة والمجتمع وعلاقة العبادة بالمجتمع وعلاقة الإيمان بالمجتمع وبنشكر الشاب علي الشوى في الإخراج الفني وتحضير العرض ده ونبدأ ننطلق على بركة الله العبادة والمجتمع الفكرة العلاقة اللي بين العبادة والإيمان والمجتمع هي فكرة مهمة جدا تعلمتها أنا من أحد مشايخنا الكبار اللي هم نطلع عليه اللي هو الشيخ محمد متولي الشعراوي وده قد من أخطاب الإسلام في العالم كله ليس فقط في المصر أو العالم العربي لكن في العالم كله ودي تعتبر حصيلة المقدمة في التعريفات دي من ما تعلمته من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لكي ينسب إليه الفضل لبعض الله سبحانه وتعالى وأنا أقول في اكتهادي بعد ما تعلمت من الشيخ هذه الكلمات المأثورة عنه إن لم تتحول عبادتنا أو عباداتنا عبادتنا وعباداتنا إلى خدمات اجتماعية إيجابية إن لم تتحول العبادة إلى خدمة اجتماعية إيجابية فعلينا أن نعيد النظر في منظومة إيماننا إن لم تتحول العبادة عبادتي أنا إلى خدمة مجتمعية إيجابية فعلينا إعادة النظر في منظومة العبادة ومنظومة الإيمان لأنني أتكلم عنها لما تتحول عبادتنا إلى خدمات اجتماعية إيجابية فعلينا أن نعيد النظر في منظومة إيجابية مهم جداً أرجع الإيمان لأن الإيمان ما هو الإيمان؟ هو الحركة الديناميكية المفاعلة لجوانب الحياة التي نعيشها داخل أركان هذه الأكوان الفسيحة الإيمان هو الحركة الديناميكية المفاعلة لجوانب الحياة التي نعيشها داخل أركان هذه الأكوان الفسيحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا لماذا؟ لأننا نتمتع بخيراتها الإيمان حركة إيمانية الإيمان حركة حركة ديناميكية حركة ديناميكية حركة ديناميكية قديما سبحانه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا جبريل زي ما أنتم شايفين في الشريحة يا جبريل عليك السلام سيدنا جبريل اذهب لهذه القرية فأهلكها وإهلك الأهراء كلها سيدنا جبريل يعرف كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله حليم ولطيف مع عباده فسألوا يا الله يا الله يا الله يا الله فلان فيهم عبدك فلان فيهم عبدك فلان رجل صالح بكاء في الأسحار صوام في النهار له صدقات وأعمال صالحات كيف أهلكه معهم ما فيش استثناءات لهذا العبد الصالح فربنا سبحانه وتعالى يقول له في هذا الحديث به فابدأ بهذا العبد الصالح فابدأ لأنه لما يتمعر واجهه في قتل كانت عبادته للإنقاذ نفسه ولكن ليس للإنقاذ المجتمع فلم يكن يأمر بمعروف وانهى المنقر والأمر بمعروف وانهى المنقر مش فقط في الحرام والحلال مش في الزنا وشرب الخمر والغيبة والقتل لا ثم حاربة الفساد محاربة الفسدة محاربة المجرمين محاربة اللصوص اللي احنا شايفينهم في كل مكان محاربة المنافقين لبناء المجتمعات في تأهيل المجتمعات في تدريب الناس في تعليم الناس كل هذه الأشياء تعتبر أمر بالمعروف ونهي عن منكر لأن العالم العالم لا يرتكب منكر أما المنكر فهيرتكبه الجاهل وربنا بيقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة الحج أواخر سورة الحج الآيات يا أيها الذين يأمرون يعني يخاتم المؤمنين اللي هو أنتم إن شاء الله في ذلك الأعمال المبارك أنتم جميعا اركعوا وسجدوا فدي اللي هي جزء من أركان العبادة بتاعتنا اللي هي الصلاة لكن هل دي بنتوقف عن الخمس أركان لكلمة التوحيد والصوم والزكا والصلاة والحج لا اركعوا وسجدوا وبعدين وفعلوا الخير وفعل الخير إذا كانت نيتنا فيه لله سبحانه وتعالى أصبح نوع من أنواع العبادة حتى المطعم حتى المشرب إذا كنت أنا بأشرب وأكل لكي أتقوى وأعمل من أجل أن أكسب لرزق أهلي أو أولادي أو أخواتي إلى آخر أو أتصدق وده عبادة حتى علاقتي الشخصية مع زوجتي للألاقة الحميمة مع زوجتي فقالوا الله عليه الصلاة والسلام ففي هذا يعني عبادة النعم كيف هو إن وضعتوه في الحالة في الحرام يعني حتى تتقوى بها لأنك تحمي نفسك من إيه من الزنا دي كلها لما ابتغى بها الحماية وبالنية بتعتبر نوع من أنواع العبادات اللي بنتكلم عنها وهي مباحة فعال الخير اللي عليكم تفلحون وجاهدوا في اللحظة والجهاد مش فقط الجهاد بالسلاح في جهاد بالكلمة سواء كان كلمة المسموعة أو كلمة مقروعة في جهاد بالأداء الوظيفي في جهاد بالتوقيه في جهاد بالتعليم في جهاد بالإرشاد كل هذه أنواع من أنواع الجهاد الجهاد أبوابه كثيرة 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 جدا 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 لكن علينا أن نحسن النواية ونجعل كل عمل نقوم به بابتغاء مرضات الله لكي تتحول هذا العمل من العمل عادي إلى عمل إلى عبادة خلاص ده بالنسبة للمقدمة في مفهوم العبادة مدلولات العبادة تقع في شيء واحد بسيط جدا في مراقبة الله أنا في مراقبة لله هل أستطيع أن أذهب إلى مكان لا يراني فيه الله سبحانه وتعالى أبدا ثم مراقبة الله له فينعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا ده مدلول العبادة ده مدلول أن نكلم معنا يعني الله معنا 24 ساعة في اليوم 1440 دقيقة في اليوم وهكذا فلابد أن نستشعر حضور الله معنا في كل ثانية أينما كنا حيثما كنا سواء الله إيه بقى دلالات العبادة ده عندنا خمسة من دلالات العبادة على المجتمع بقى أنا أخش دلالات العبادة في المجتمع الأول الدلالات الداخلية أشتغل على نفسي أنا أنا الشخص أنا الرجل أنا المرأة أنا الشاب أنا الشاب دلالتها الداخلية على نفسنا أبني نفسي وكأنني نفس ده بيت زي الحائط اللي وراي ده كأنه بيت أنا أبنيه طوبة طوبة بالتقوى والمغفرة والرحمة لكي تكون نفس قوامة صوامة عابدة لله سبحانه وتعالى يبقى أعمل بناء النفس الداخلي الذي يقام على الإيمان وركائز الإيمان المختلف نمرة واحد نمرة اثنان اللي هو وأنا أبني البناء أبقى أنميه كذلك المرهات الثانية من البناء بعد استكمال البناء أو أثناء استكمال البناء أبقى أنمي هذه النفس معي وأزكيها يبقى أبني وأنمي وأزكي النفس داخليا وده الشيء اللي احنا مفروض نعمله بينا وبين بعضنا بينا وبين بعضنا وإحنا في غرف النوم بتاعتنا وإحنا في شؤقنا مش قدام الناس وإحنا دايماً بنتمثل بالأخلاق الكريمة والحميدة أمام الناس المظاهر العامة يبقى البناء النفس يكون داخلياً بيني وبين نفسي أنا ونماء النفس داخلياً بيني وبين نفسي أنا وبين تزكيات نفس بيني وبين نفسي أنا داخلياً ثم بعد ذلك نتمنى إن ربنا يصنع لنا رؤية رؤية لكي نخدم بها أنفسنا ونخدم فيها عائلتنا ونخدم فيها مجتمعاتنا ونخدم فيها وطننا ونخدم فيها الإنسانية كلها يبقى لن نستطيع أن نبني هذه الرؤية الفعالة المفاعلة إلا انبنينا ونمينا وزكينا أنفسنا ومن بعد ذلك بعد هذا البناء الحركي داخل النفس الداخلية في النفس لابد أن نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق يبقى الخمس مراحل الداخلية في دلالات الداخلية في النفس الإنسانية هي إيه؟ هي البناء والنماء والتزكية والرؤية والرجاء دول الخمسة داخلية بني بالنفس يعني لا أطلع عليهم أحد دي المرة واحد أما الدلالات الخارجية علشان إحنا بنقول أن العبادة لها دلالات دي دلالات العبادة لأنها باب نفسي من الداخل لنفعش نكون نفس خربانا من الداخل والعبادة صالحة أبدا أما الدلالات الخارجية فها ركنين الأخلاق والمعاملات دي بتكون قائمة على إيه؟ على تزكية النفس على إنماء النفس على بناء النفس الداخل الأخلاق أخلاق مع زوجتي أخلاق مع زماني في الشغل أخلاق مع زماني في الجامعة أخلاق مع جراني أخلاق مع الناس أنا بتاجر معاهم أو بتسافر معاهم ومعاملاتي معاهم اللين والحلم من أهم الأخلاق المفروض يتمثل بها أو يوصف بها الشخص اللي هو العابد الحق الله سبحانه وتعالى الدلالات الخارجية للأخلاق والمعاملات نمنا ثلاثة فيه دلالات حركة بعد كده بقى إحنا بصينا على أنفسنا من الداخل فبنناها ونمناها وزكناها ثم بصينا على معاملاتنا وأخلاقاتنا مع المجتمع ثم بعد كده حركتنا الإيجابية في المجتمع لابد تعمل التالي ست أركان بناء آخر ونماء آخر وتوعية وتمكين ودفاع واكتشافات أنا بعد ما نميت نفسي من الداخل حخرج للمجتمع بأخلاق كريمة وفي نفس الوقت حخرج للمجتمع بحركة إيجابية مجتمعية لكان أبني المجتمع الذي أقف على أرضه من حق المجتمع علي أن أبنيه ومن حق المجتمع علي أن أنميه ومن حق المجتمع علي أن وعي أبنائه وأرفع الوعي لأبنائه كما قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في سورة المعون أرأيت الذي كذب بالدين من هو الذي يدعي اليتيم يعني اللي بيعامل اليتيم معاملة سيئة ولا يحض ولا يدعو ولا يرفع الوعي لإتعام المساكين يبقى بالتالي البناء المجتمعي لابد أن أقف عليه من حق المجتمع علي لابد ما نفعش أن أنا أكون عابد لله دون أن يكون لي بناء مجتمعي ونماء مجتمع أنا مشارك فيه أو أنا بدأت فيه ثم يرتفع البناء بالتوعية إلى آخر بعد ما واعي المجتمع علي أعمل التالي أمكن أبناء المجتمع بالتعليم والتأهيل والتدريب التعليم والتأهيل والتدريب مفيش تمكين بالجهل مفيش تمكين بالإقصاء أبداً تمكين مع له تعليم وتأهيل وتدريب وتفعيل التقام بتاعت أبناء المجتمع ابناء المجتمع من الداخل ده بقى مدلول الإيمان بتاعي اللي هو في الحركة المجتمعية ده مدد إيماني في الحركة المجتمعية للمعملها داخل المجتمع بعد أن نميت نفسي داخليهم ثم بعد ما نمكن أبناء المجتمع لابد أن نخف معهم لكي ندافع على المجتمع عن كل طيف من أطياف المجتمع سواء كانت مقدرات المجتمع سواء كانت أبناء المجتمع سواء كانت توريخ المجتمع ثقافة المجتمع قيام المجتمع أخلاقية المجتمع إلى آخر لابد أن ندافع عنها يبقى أبناء مجتمعي نماء مجتمعي توعية مجتمعية تمكين مجتمعي واندفاع عن مجتمع ثم في الآخر نعمل إيه الاكتشافات أي أرض عليها مجتمع يعيش تحت هذه الأرض خيرات وخيرات وخيرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وفوقها في سماءها خيرات وفي السماء الرزقكم وما توعدون يعني الرزق بي من السماء وكذا ما بيجي من الأرض زي ما سيدنا يوسف قال العظيم مصر اجعلني على خزائن الأرض يعني تحت الأرض تحت الجلينة سيدنا يوسف دي فيها خزائن في دلوية حاجة اسمها القصار الأزرق في كل البحار لما نلاقي البحر الأحمر والبحر الأبيض هما البحارتين العربيتين يعني كل الدول العربية من المغرب إلى مصر إلى فلسطين إلى بعد فلسطين في فوق فلسطين في تركيا من فوق في بحر أبيض في حتة سوريا موجودة فيها كذلك لما ننظر لما إلى البحر الأحمر سنلاقي فيه السودان وفي مصر وفي المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية وفي اليمن بعد المحيط اللي بيخش فيه اليمن بردك ويخش فيه الإمارات في الخليق العربي كل هذه من سماية الاقتصاد لزع فما فيش أرض أو بحر أو نهر أو نهر أو بحر أو أرض أو محيط إلا فيه خيرات نكتشف كل هذه الأشياء سواء كان في السماء أو في الأرض يبقى دلالات حركية مجتمعية فيها بناء مجتمعي ونماء مجتمعي وتوعية مجتمعية وتمكين مجتمعي ودفاع عن مقادلات المجتمع وكتشافات لمقادلات المجتمع ده اللي هو مفهوم العبادة الحركية الدالة الحركية المجتمعية دينا البعد الرابع أو الدالة الرابعة اللي هي الخلود يعني إيه خلود يعني ربنا ربنا سبحانه وتعالى التمكين طبعا أنا عايز أقولك فيه قصة أنا في التمكين سيدنا الخد سيدنا زقرنين لما أعرح للناس اللي أكادونا في قوانا شيء عندهم قال لهم أتوني زبر الحديد شايفين الكتل اللي على الجبل دي ده حديد مكررش عارفهم ده حديدنا مجهلة فعلمهم إزاي قطعوا الحديد وعلمهم إزاي يعملوا الأفران علشان يبنوا الأفران ويعملوا اللي هو الحاجز اللي بينهم وبين يعجوج ومأجوج يعني مكنهم تمكين مجتمعي قبل أن يتركهم وأتركهم محميين بهذا التمكين المجتمعي أما الرابعة نهاية الدولات الخالدة اللي هي قياس أسرى البناء أنت عملت إيه في المجتمع أبل ما تموت كيف سيذكرك وكيف سيذكرك المجتمع عملت إيه أنت في المجتمع نجد أنا أذكر قصة امرأتين أو ثلاث نساء منهم فاطمة الفهرية اللي عملت جامعة القيروان أعتقد في المغرب ونذكر اللي هو تنبكتو اللي هي المدينة تنبكتو اللي أقيمت على حوض السيدة اللي كانت موجودة هناك الأفريقية اللي كانت بيضعوا عندها المال والمتاع بتاعهم ونجد أيضا في مصر في أحد الأميرات اللي أنشأت جامعة القاهرة موجودة عندنا هناك فترة أحد الأميرات مش عارف من أبناء الخدوي إسماعيل أو فده أثر هم تركوه النساء الأثر اللي تركوه العلماء كانوا علماء علميين في علم الفلك في علم الطب في علم الهندسة في علم الرياضيات في كل أو العلوم الشرعية زي أمام عبد الحنيف أحمد بن حنبل مالك ابن ماجة اللي هو الأحاديث إلى آخره وهكذا دولتالك والأثر فقياس أثر البناء المجتمع هو اللي بيخلق الإنسان فنجد أن هناك علماء إلى الآن نذكرهم زي الزهراوي اللي هو من ملينة الزهرة في الأندلس زي الفرابي زي البيروني زي ابن ماجة زي اللي هو ابن سينة وغيرهم من العلماء والحسن البصري وابن هيثم إلى آخره من العلماء إلى آخر ودول اللي هو الأثر البناء المجتمع اللي ما زالوا يذكرون الأجيال بعد مئات والسنين تذكر إبداع هؤلاء زي نيوتن داي أينشتاين زي مصطفى مشرفة عن المصطفى مشرفة مصر زي محمد زويل إلى آخره إلى آخره إلى آخره أما الدلالة الخامسة فيجي فتوحات ربانية بتيجي فقط للإنسان اللي من أمثلكم اللي بيكون إخلاصه في درجة شفافية عالية جدا فربنا يوضيف عليه فتح رباني من فتوحاته الاكتشافية والاكتشافية اللي اكتشافات والفتوحات ربانية بتيجي لهذا الشخص يبقى دلالات العبادة دلالات هو مفهوم العبادة في دلالات داخلية في النفس الإنسانية وخارجية في ذلك وفي دلالات حركية مجتمعية ودلالات خالدة ودلالات وفتوحات دول خمس ايه دلالات للعبادة طيب خلصنا احنا كده نخلص بسرعة عشان النهاردة ايه العيد والناس عايزة تروح تتحضر نفسها نتكلم عن ايه بقى نتكلم رسالتي للشباب ليكم جدا 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 ارجع ارجع مرة تانية اقول ايه اقول مفهوم العبادة اللي اتعلمته من الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه اللي ام تتحول عبادتنا الى خدمات اجتماعية ايجابية فعلينا ان نعيد النظر في منظومة ايماننا لان الايمان هو الحركة الديناميكية المفاعلة لجوانب الحياة التي نعيشها داخل اركان هذه الاكوان الفسيحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا لنتمتع بخيراتها ده التعريف اللي هو العلاقة بتاعة الايمان يعني والعبادة نخش بقى على الايه اللي هو رسالتنا للشباب هنا انا ابدأ رسالتي بكلمة اليقين اليقين يعني شيء معلوم 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 علينا ان نتيقن ان الايمان هو حركة الحياة المفاعلة لاركان الوجود التي خلقها الله لخدمة الانسان يبقى الايمان هو حركة الحياة المفاعلة لاركان الوجود التي خلقها الله لخدمة الانسان والتي بدونها لا تستقيم الحياة ولا تستقيم معطيات الحياة التي منحها الله لسعاد خلائقه تحت قيادة الانسان خليفة طلاف الارض اولا مرة تانية علينا التيقن بان الايمان يا شباب هو حركة الحياة المفاعلة لاركان الوجود التي خلقها الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان وهتي بدونها لا تستقيم معطيات الحياة التي تمنحها الله لإسعادة خلائقه تحت قيادة الإنسان خريفة الله في الأرض دي نمرة واحدة في التعريفات الإيمانية على أن نتيقن أيضا يا شباب دي مهمة جدا 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 ولا أقضح في أحد أبدا 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 لكني أنوه على أن هذا ليس هو كمال الإيمان وليس هو تمام الإيمان وليس هو الإيمان كامل أن الإيمان ليس شعائر وتقوص فقط وملابس وأشكال فقط وترانيم وأشعار فقط وتمايل الأجسام فقط ومظاهر ومظاهرات فقط وعزل وابتعاد فقط وأمنيات وتمني فقط وأقوال لتصدية ومكاء فقط وتخدير مشاعر فقط وركون وخنوع فقط وقعود وبلادة فقط وكسل واعتماد وردى بالهوان وتسويف لمرام دا مش إيمان إيمان حركة مجتمعية مفاعلة لأركان الحياة داخل المجتمعات الإيمان ليس الشعار وتقوص ملابس وأشكال ترانيم وأشعار تمايل الأجسام مظاهر ومظاهرات عزل وابتعاد أمنيات وتمني أقوال لتصدية المكاء تخديرنا ومشاعر ركون وخنوع قعودنا وبلادة كسل واعتماد ردى بالهوان وتسويفنا أبدا 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 الإيمان أيضا هو طاقة ونور وشعاع هو طاقة تبعث أواصر الحياة لإيقاظ مكونتها داخل خلايا الخلائق الكسيلة المتهالكة وحتى النافقة من جديد لتصدع لأمر الله وتصدع بأمر الله وهي نور يضيء الضروب في مسالك الباحثين عن أسرار الحياة وهي إشعاعات أو هو إشعاعات ربانية تتعدى بريق النجوم والأقمار والشموس يبقى الإيمان ثلاثة طاقة ونور وإشعاع طاقة تبعث أواصر الحياة لإيقاظ مكونات هذه الحياة وكوناتها داخل خلايا الخلائق الكسيلة والمتهالكة والنافقة من جديد لتصدع بي أو لتصدع لأمر الله وهو نور يضيء الضروب في مسالك الباحثين عن أسرار الحياة وهو إشعاعات ربانية تتعدى بريق النجوم والشموس والأخمار دا الإيمان دا الإيمان دا الإيمان أنا أتأكد أيضا بأن الإيمان هو صبر وبلاء عمل وعناء رؤى وشقاء مهام وفناء مهام وفناء ركائز وعطاء بذل وسخاء أرض وسما عز وبهاء هم وبناء شكر وبقاء عدل ونماء وذخر ورجاء هذا هو الإيمان متشعب الأبعاد ليس له بعد واحد كلما تشعبت أبعاده كلما تشعبت أبعاد 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 أبعاده صبر وبلاء عمل وعناء رؤى وشقاء مهام وفناء ركائز وعطاء بذل وسخاء أرض وسماء عز وبهاء هم وبناء شكر وبقاء عدل ونماء وذخر ورجاء والإيمان أيضا ناقين نتيقم بهذا الإيمان أيضا هو ما وقر في القلب فلا يراه أحد تجيش أقول لي أنت مؤمن أمش مؤمن ده في القلب وصدقه العمل أياش عربيه كل أحد ووقر في القلب لا يراه أحد وصدقه العمل فأشعر به كل أحد والإيمان سمعوا بقى دي مهمة جدا 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 الإيمان لا جنس له ولا وطن له ولا يسحق على السادة دون العبيد والأغنياء دون الفقراء والخاصة دون العم والقادة دون المواطنين والأعزاء دون الأذلاء والأحرار دون الألقاء والذكور دون النساء والمرضى دون الأصحاء وأصحاب العلوم دون البسطاء أبدا لمن ده شيء شائع لكل من أمن به من جماد وحيوان وطير وحشرة وإنسان وكل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يؤمن بوحدنية الخالق سبحانه وتعالى يبا الإيمان هو لا جنس له ولا وطن له وليس حكرا على السادة دون العبيد والأغنياء دون الفقراء والخاصة دون العم والقادة دون المواطنين والأعزاء دون الأذلاء والأحرار دون الأرقاء والذكور دون الإناس والمرضى دون الأصحاء وأصحاب العلوم دون المصدى أبدا أبدا ونتيقن أيضا بأن الإيمان هو القاعدة الوحيدة للعبادة لا تبنى عبادة الإنسان إلا على ركن الإيمان أو على أركان الإيمان هو القاعدة الوحيدة للعبادة وأن المخلوق منا لا بد أن يعبد إلها إلها قد يكون هو الصانع إلى هذا الإله قد يكون من حوله هم من صنعوا هذا الإله له أو كان يكون هو الإله الحق الذي خلق السماوات والأرض لا بد مش ممكن حيعيش حد على ظهر هذه المعمولة إلا ما حيعبد شيء شيء هو خلق بنفسه هو صنع بنفسه أو شيء صنع له سمى إله أو شيء وهو سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى القالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسن أن القاعدة الوحيدة للعبادة هو هي الإيمان أما العبادة يا شباب وأنا أتحدث معكم في آخر يوم أو آخر لقاء في الأبر العيد ما ييجي إن شاء الله يوم الخميس أما العبادة هنا يا شباب فهي المدلولات الحقيقية على صدق الإيمان وصلاح العبيد العقيدة العبادة هي المدلولات الحقيقية على صدق إيمانك أو إيمانك وصلاح عقدتك أو عقدتك حتى من كان عند البعض مننا أن نعتقد أن العقيدة بتاعتهم ليست سليمة فقد جاءت الخير والإصلاح على أياد من لا يؤمنون بالله ومن نأمينه برسل الله سبحانه وتعالى ومن نأمينه بكتب السماوية قالت كنت أعلم الخير وهذا هو بيت القصيد في خيرية البشر الذين أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لأبيهم آدم عليه السلام الله في علم لدني كان عارف أن فيه من هؤلاء البشر من أبناء آدم من سيؤمنون به ومن لا يؤمنون به ومن سيشركون به ومع ذلك جعل الخير في كل أبناء آدم عليه السلام العبادة هي المدلولات الحقيقية على صدق الإيمان وصلاح العقيدة حتى وأنا أعتقد البعض أن عقيدة هؤلاء فسدت وقد جاءت الخير والإصلاح على أياد من لا يؤمنون بالله والرسل وكتب السلاموية وهذا هو بيت القصيد في خيرية البشر لأن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لأبيهم آدم عليه السلام فعلينا يا شباب نفعل ماذا؟ علينا أن نفعل التالي ألا نستعلي بإيماننا على إيمان الآخرين أبداً كبر 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 فبما رحمة من الله أنت لهم ولكنت فضن ظليز القلبي لن فضنوا من حولك كبر ولا بعبادتنا على عبادتهم حتى لو كنا من أبناء الدين الواحد تشوف أنا بعبط ربنا حسن من أبنا متقولش كده متعرفش إن في القلب في إيه ولا بعقادتنا على عقادتهم عشان ما نشعرهم تشوف بالدونية فينفروا منا ويزدد كفرهم وتجاذبهم الشيطان بل نتآخى معهم فإن الأخوة مراتب ودرجات علينا أن لا نستعلي بإيماننا على إيمان الآخرين ولا بعبادتنا على عبادتهم ولا يعقدتنا على عقادتهم بل نتآخى معهم فإن الأخوة مراتب كثيرة ودرجات ومنها أخوة الإنسانية التي تجمع كل البشر كلنا لآدم وآدم من تربط فأنا أخ لكل إنسان ابن من أبناء آدم عليه السلام في أي مكان في المعمور دين أمر واحد أخوة الوطن التي تجمعنا مع أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه أبناء الوطن كل واحد في الوطن أخ لي دين أمر اثنين أخوة القبيلة والعشيرة داخل الوطن والجهة داخل الوطن نتجمعنا داخل ثقافات الرقعة الغرفية التي تتربين فيها داخل الوطن الفصيح أخوة القبيلة والعشيرة والجهة دون أخواتي أخوة العائلة العائلة كبيرة نتمي مثلا إليها يعني مثلا أنا من عائلة اسماعيلة البنة فيها يمكن مئات الناس دون كلهم من أخواتي أولاد عمومي أو بدعم ماتي وهكذا أخوة الدم والتي ننتمي إليها من أبا وأما واحدا يعني أنا أبو ياسمو عبدالجواد أم اسماعي فيه دون أخوة الدم والعصف لكن في أخوة العائلة الكبيرة للإعمام والخلال أخوة الثقافة والفكر والأدب والقيم والأخلاقيات بل أن أخوة العقيدة والدين وتجمعنا بمن يؤمنون بعقيدتنا وديننا وحتى إن كانوا الأبناء الأوطان والشعوب الأخرى يبقى أشوف الأخوة يعني خرجت من الأخوة العامة في الإنسانية إلى الأخوة الخاصة في العصب والدم إلى الأخوة العامة في الدين والعقيدة والفكر والثقافة والقيم والأخلاف يبقى كم نوع من أنواع الأخوة كما ذكرناهم إحنا سبع أنواع من أنواع الأخوة فيه أنواع أخرى من أنواع الأخوات اللي احنا ممكن نحط فيها كلام كتير إن شاء الله لكن قبل أن أترككم إن شاء الله تستعدون للعيد وتبهجوا وتدخلوا البهجة على أهل كل من حولكم من المسلمين أو غير المسلمين أسأل أضع بعض هذه الأسئلة أمامكم لما ستة أسئلة سبع أسئلة برضا سبع أسئلة أول سؤال تحدي لنا كلنا هل نستطيع أن نقدم مدلولات عبادتنا وأثرها على المجتمعات التي نعيش فيها أنا عشتها أول وقت أشوف في الاربعين خمسين سنة اللي عشتهم هل عندي مدلول على عبادتي التي أثرت في المجتمعي للمرة واحد قلنا نستطيع أن نقدم قائمة لأماكن بالأماكن اللي احنا تركنا فيها البصمات عبادتنا مؤثر عبادتنا أو أسماء الأشخاص الذين أصلحتهم عبادتنا وأمنيتنا عندي القائمة دي عندي القائمة دي ولا ما عنديش لما تنين تتحدي تاني لما تنين نحن نراضون عن ما قمنا به تجاه الإصلاحات الإجتماعية المنشودة التي تشاركنا فيها ولا عزيز المزيد دي نمرة وعرضناها على مدلولات عبادتنا في المجتمع لماذا؟ لأن الإيمان هو جزء أو قائمة العبادة اللي بتؤدي لإصلاح المجتمع الإيمان قائمة العبادة اللي هي تؤدي لإصلاح المجتمع هل راجعنا إيمانياتنا وعرضناها على مدلولات العبادة بتاعتنا هل لدينا الإمكانيات لماذا؟ لدف عجلة البناء وأحياء عجلات التنمية المجتمعية يا شباب لأن مجتمعنا العربي معترق ومجتمعنا الإسلامي أكثر اهتراءا فالأسف بالرغم أن هم من أغنى المجتمعات في العالم أغنى المجتمعات في العالم ليه؟ لأن نحن حولنا عبادتنا إلى تقوس ومظاهر وأقوال وترانيم وهكذا لكن لم نحول إلي المجتمع الإعبادة إلى خدمات مجتمعية حقيقية تستطيع أن تبني البناء المجتمعي وتنمي هذا البناء وتمكن أبناء المجتمع بقيام العدل والحرية داخل أواصل المجتمعات هل لدينا الإمكانيات لدفع عجلة البناء وأحياء عجلات التنمية المجتمعية؟ هل أصبح لدينا القدرة هنا بقى مهمة جدا كلام مش طاق حنك زي اللبنانيين مجيقول لنا عفواش خبوء كده أبدا هل أصبح لدينا القدرة على الاعتراب بأخطأنا؟ ربنا يقولوا التائب من الذنب كمان لا ذنب له ده معنى القول التائب من الذنب كمان لا ذنب له هل عندنا أصبح لدينا القدرة على الاعتراب بأخطأنا؟ ثم معاودة رسم خطاء خراءة طرق بناء أثنى المجتمعية نعم 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 مرة واثنين وثلاثة سيدنا نروح قاعد يدعو الناس تسعمية وخمسين سنة وما أمل معه إلا قليل سيدنا موسى عليه السلام بعد ربنا ما أعطى المعجزات كلها وأخرج بني إسرائيل معاه بعد ما كانوا عايشين تحت ظلم فرعون اللي بيقتل أبنائهم ويستحي نساءهم وربنا بالعصر بتاع موسى يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى شقق لهم البحر وخرجوا معاه ونجاهم ونجاهم ورحوا يعبدوا للعجل لما قالهم السامري وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بالتي في سينة أربعين سنة وسيدنا موسى دعا عليهم وسيدنا نروح دعا على قومهم سيدنا عيسى بمنعجزاته كلها هل أصبح لدينا القدرة على الاعتراب بأخطأنا ثم معاولة رسم خرائط طرق بناءاتنا المجتمعية مرة أخرى هل تعلمنا كيف نتعامل مع شركائنا في المجتمع الذي نعيش فيه والمجتمعات الأخرى هل تعلمنا هذه الأشياء يبقى السبع أسئلة دول مهمين جدا لكل واحد فيكم يرجع يحطها حلقة فودنه مرة تانية نقولها مرة تانية هل نستطيع أن نقدم مدلولات عبادتنا وأثرها عن المجتمعات التي نعيش فيها هل نستطيع أن نقدم قائمة بالأماكن التي تركنا فيها هذه البصمات أو أسماء الأشخاص لإذن أصطحتهم عبادتنا وإمانيتنا هل نحن راضون عن ما قمنا به تجاه الإصلاحات المجتمعية المنشودة هل راجعنا إمانيتنا وعرضناها على مدلولات عبادتنا هل لدينا الإمكانيات لدفع عجلة البناء وأحياء عجلات التنمية المجتمعية هل أصبح لدينا القدرة على اعتراف بأخطائنا ثم معاولة ترسم خرائط طرق بناءاتنا المجتمعية مرة أخرى هل تعلمنا كيف نتعامل مع شركاتنا في المجتمع وعندنا نعيش في المجتمعات وأذكر أيضا قضية أخرى نستطيع أن أذكرها في الأول خالص في التانية اللي هو قضية الشعب الأريتري الممتحن في السودان وفي اليمن وفي جبوتي واللي هو يعد بمئات الألاف ولكنها قضية منسية ككافة قضية منسية نحن نتكلم عنها ونحن نفعلها شيء فأرجوكم تخلوا البهجة والسرور على كل من تعرفونا من أبناء المسلمين وغير المسلمين من أبناء المسلمين ومن جرانكم من أبناء غير المسلمين وكونوا معهم إن شاء الله كونوا معهم إن شاء الله دائما في بهجة العيد يوم الخميس والجمعة القادمين ودخلوا البهجة والسرور على من تعرفو ومن لا تعرفو من أخواننا المسيحيين وأخواننا اليهود وأخواننا من كل أبناء الديانات الأخرى كذلك إن شاء الله وزي ما الأخت إيمان بتقولي الشعب الأريتري ذكرت الشعب الأريتري أيضا يا إيمان يعني ما نستش الشعب الأريتري لأن فضل الشعب الأريتري على المسلمين في العالم كله هو فضل الأول من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في قبل الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة لأنه أول من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أهل الحبشة اللي كان على رأسهم الملك العادل النجاشي الذي أسلم رحمة الله عليه وعيد مبارك عليكم جميعا على المسلمين وعلى غير المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر